السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير معكم شرين من وصفات شرين الا اول مرة يشوف قناتي ما ينساش ينزل اشترك فيها ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد متنسونيش يا حبيبي باللايك يلا بينا نشوف النهاردة هنعمل ايه النهاردة هنعمل ايه النهاردة هنعمل ازاي بلف الفوت لفات مختلفة لو اي عروسة ايه هتستفاد ان شاء الله ولو انت وعايزة تجديد دلابك كده وتحسي بطاقة كده يجابية جميلة هتلاقي شكل الدلاب بقى مختلف خالص يلا بينا نشوف اول لفة معانا ونقول بسم الله انا معي فوتة اهي فوتة اسمتها بالنص مفيش اسهل من كده بسم الله اهو وحبتدي اعملها مسلس زي ما انتو شايفين اهو وحتني كمان طبقه تانية وارسهم فوق بعض ايه ايه شكل انت عايزة استخدمي بيها يلا نشوف لفة كمان نقول بسم الله معي فوتة اهي الفوتة دي انا مش هتنيها بقى نصين لا انا هتنيها لغاية تلتها كده بس تمام وحبتدي اجيب التلت الباقي الفوضل ده ام جايبها عليها بالمنظر انتو شايفينه ده مفيش اسهل من كده سهل جدا وحيدي شكل حلو قوي تمام حاولي تزبطي كده واحدة واحدة اه تطلع معيكي مزبوطة في حتة خيطة كده كنت بشيلها وحبتدي دلوقتي الفوتة من نحيا دي قد ما حلف من هنا الف من هنا علشان تطلع معيكي الرسمة مزبوطة الفوتة دي الرسمة بتاعتها كانت كبيرة فمش مهم اما لو فتك رسمتها صغيرة وفي النص ركزي وخلي بالك بس كده تمام هنجدي بقى شريطة ستان حلوة كده وتقومي ربطها بها بس كده خلاص جبت بقى توكة بتاعت بنتي ودخلتها من فوق وزي ما قلتلك لو عايزة تجيبي شريطة ستانة وتربطيها بفيانكو كده حلو يعني متا تربطيها بدبوس من ورا اي حاجة حلوة ان شاء الله يلا بينا بقى اقول لكم انا عملت البجعة دي ازاي باسهل طريقة هتعجبكو جدا والله يعني ولادك كده هيفرحوا بيها لو انت مش عروسة ولو انت عروسة هتبقى حلوة اي في دولابك اول حاجة جبت فوتة معايا وطبقتها للنص بالزبط خلي بالك اوي في اللفة دي لازم الفوتة تبقى مظبوطة النص بالزبط وايدي اهي صبعي شايفينه فين ما شلتهوش يفضل عند علامة النص اللي انا وصلت عندها تمام وببرم كده زي ما انتو شايفين بكل سهولة هبتدي برضو امسك الطرف التاني وهبرمه زي ما برمت ده انا بعد الفوتة بس عشان تشوفوها مش مشكلة هفكت مني حابة حرجة اعملهم تاني بكل سهولة مفيش مشكلة خالص اهو وهبتدي الف من الجنب التاني بصوا بقى اهو بالروحة خالص هتلاقيها لفة معايجي بمنطقة السهولة تمام تمام حلو جدا بس كده حمسك بقى الفوتة بصوا من عند رقبتها كده وهبتدي اجيب شريتة ستان انا صراحة مش عندي شريتة ستان الى واحدة بس فحعملها بقى ستك كده انت بقى توكت بنتك اي حاجة بصوا من ظهرها كيوت ازاي و جميلة ما شاء الله حلوة قوي يلا بينا نكمل اول حاجة بقى انا هروحت عملت التانية الواحدة عشان بس مطولش عليكم اهو عملت واحدة بنفس الطريقة ورحت اجيب دبوستر حعيدي جدا وحبتدي اشبك الطرفين ببعض ام عايزة تعمليها بقى ستك ماشي بتوكة صغيرة جدا ماشي اي حاجة اهو يديك شكل القلب كده ويبقى شكله حلو كده وتحطيه في وش الدولاب دلوقتي بقى اهو بصوا شكله ما شاء الله حلو جدا نكمل بقى الشيكة بتاعته بان احنا نحط له ستك كده ونعملها في يانكو او اي اكسسوار كده تجيبيه وتحطيه ها يديك منظر حلو جدا اهو بصوا جبت بقى شريتها ستان عادية جدا وربطتها وهنا معي قلب كده صغير كان بتاعتوكة بنتي جبته حشبكو بدبوس عادي قوي بصوا يعني بابسط حاجة لو انشي مش عروسة هتزيني بها بيتك لو عروسة طبعا هتهتعمي شوية وجبت بقى العيون دي بنعملوها ازاي بقى جبت البوس طرحة عادي جدا اهو نبوس وبدخل علشان اعمل العيون تمام يلا بينا نشوف لفة كمان نقول باسم الله معايا هي فوتة اهو فردتها وهتطبقها نصين تمام هبتدي اشتغل على النص السادة مش النص اللي في وردة ده لا على النص التاني اهو يلا قلبنا الفوتة تمام وحبتدي اعملها مسلس مسلس بس مش للنهاية يعني انا مش عايزة اوصل للاخر تمام اهو حلو جدا والوردة هي من ورا وفي اللفة دي تركزي جدا ايدك تبقى مظبوطة علشان عايزين المثلس يققى في النص بالضبط حاولي واحدة واحدة تجيبي النحية دي على النحية دي وحنبتدي بقى نبرم من نحية دي ومن نحية دي بس خلي بالك هنا بقى في البرم تركزي جدا عشان عايزين زي ما هتلفي من نحية دي تلفي من نحية دي عشان يديك المثلس مظبوط في النص تمام وبدأ تبوس من وراء بفيانكو زي ما قلتلك اي حاجة بشريطة بدوكة اي حاجة شكلها شيك وحلوة وحتلف فيها عشان تقف الدولاب وتبقى شكلها شيك كده وحل حاور رهالكو دلوقتي من فوق اهو ما شاء الله حلوة جدا دلوقتي بقى هنعمل لفة كمان اللفة دي صراحة يا جماعة هي دي اللي ننلف بها كل الفقط اللي ورا الشكل اللي انتو شايفينه ده عجباني جدا وما بتخليش الفوتة تقع ولا اي حاجة اول حاجة جبت الفوتة اهي فردتها على دهرها اللي انتو شايفينه ده تمام وبعد كده انا قلبتها على وشها الاول علشان انا عايز اطني بصو التانية تانيتها ازاي صغيرة من فوق اجيبها على وشها واتني التانية دي وابعدين ارجع تاني ارجحها على دهرها خلاص شايفين اهم حاجة تانية اللي انا تانيتها فوق دي وحبتدي اجيب الجنبين على بعض زي ما انتو شايفين كده واحاول اصبت. واعمل اعمل رول كده كويس جدا. وتحاولي تتكي تقرسي جدا على على الرول بتاعك. اهو بصوا. عبتدي لفة لف. كل الفات بتاعتي اللي ورا الشكل اللي انتو شايفينه بالمنظر ده والله علشان اللفة دي عجباني جدا. اهو بصوا هجيب بقى هنا واقوم فرداها على الفوتا. لكنها هي كده ايه بتربطها? مهما عملتي في الدلاب سحبتي فوتا عملتي اي حاجة مفيش حاجة هتقع منك. ولا فوتا تترمج كده ولا كده ولا اي حاجة. بصراحة حلوة قوي. بصوا ما شاء الله. وتديكي الشكل الرسمة كده حلو في النهاية. وتربطيها بقى بدبوس باي حاجة. هي اصلا مش محتاجة ربط والله. جميلة. اهو بقى حاول ان انا ازبط. عشان هي كمان فوتا يعني مستخدمة فالوبرة اطعتها عليها شوي. بس كده شفت الحلوة بقى ما شاء الله. ولا احلى بين كده. هتعجبك جدا والله ان شاء الله. بس تمام تمام يلا روح نشوف لفة كمان ونقول بسم الله. معايا فوتا اهي. اللفة دي شبيهة من لفة عمناها من شوية. بس فيها حتة بس جديدة يعني صغيرة. برضو بعمل الفوتا على ايه طولت وطولت. بس دي بقى الطولت الاخير هيبقى طويل شوية. هطول شوية. علشان في فوت من فوق بيبقى الحروب بتاعتها شكلها مش قوي. فعايزين مسلا ندخلها زي ما بتيجي كده مع كارتونة الفوت. دي بقى كارتونة الفوت. بيبقى الراجل اللففها كده. بيتني الطرف بتاحها من فوق. زي ما انا تانيت كده. وبعد كده هقلبها بقى على الناحية التانية. وحبتدي ابرمها زي ما برامت. يا تبرميها على الاخر خالص. يعني رايح رايح خالص. يعني ما تبرمي جزء كده وجزء كده. بس اللي بيجي مع مع هي الفوت. بتبقى جزء كده وجزء كده. عشان يخلي الرسمة في النص. بس كده يا حبيبي شفت بقى كله بسهولة ازاي وببساطة. وهتجددي دولابك وهتخليه زي الفل. ان شاء الله دايما اكون كده خفيفة على قلبكم. بصوا الشكل النهائي بتاعها هعمل ازاي حلو جدا. هتربطيها برضو بشري تستان. ولا اروع من كده. وان شاء الله هتعجبك جدا. ولو عجبتكم مصفتي النهاردة ما تنسونيش. ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبحبكم جدا في اللهم. ومع السلامة باي باي.